السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو تجربة رينغو فاليسيوم هل لعبين طلبت كثير مني بالتعليقات عشان أسوي عنها فيديو فلعبتها جربتها وحبيت أعطيكم رأيي عنها أولا رينغو فاليسيوم هي لعبة باتل رويال مجانية من شركة تينسنت جيمز نفس مطورين بوب جي نسخة الموبايل صدرت من شهرين تقريبا على ستيم وتقييماتها جدا إيجابية وعدد لعبينها حوالي 20 ألف لعب نشط يوميا فيها كل الأنماط المعتادة سولو دوز وسكوادز وأولا نبدأ بالأشياء الجديدة على عكس كل ألعاب الباتل رويال هاللعبة ما فيها براشوت ولا طائرة أول الجيم وإنما معك خيار أنك تختار مكان تبدأ منه وأشياء حسيته جديد وحلو لأنه تقدر تعرف كم شخص معك في نفس المكان وبنفس الوقت بيخلي مساحة بين كل اللاعب لحتى تاخد نفس وتقدر تلاقي سلاح ومعدات وفي حال إذا كنت مبتدئ في اللعبة تقدر تختار منطقة ما فيها أحد وتتعلم أساسيات اللعب فبالنهاية نقطة حلوة وتضيف شوية عدل في اللعبة وأيضا لما تبدأ اللعبة ما رح تكون بدون سلاح وإنما رح يكون معك مسدس بيئة اللعبة مثل ما شايفين ثلجية جبلية وكمان شي جديد ومنعش على ألعاب الباتل رويال وأيضا لما تبدأ الجيم تقدر تختار إما نمط First Person أو Third Person وصراحة يشكروا على هالإضافة لأنه لما تلعب لعبة تصويب Simulation واقعي لازم لازم تلعبها First Person لأنه نمط Third Person تحسه جدا ثقيل وغير ملائم في هاللعبة بس بالنهاية كل شخص يفضل شيء وأنا بالنسبة إلي استمتعت بنمط First Person أكتر وكمان ضيفين ثلاث أنواع صفوف أو شخصيات كل واحد له قدرة خاصة مثلا واحد معه Glider تقدر تطير من المرتفعات والتاني معه لوح تزلج تقدر تزلج على الثلج والتالت معه معداد تسلق جبال وبصراحة ما لقت لهم أي فائدة لأنه رح تقضي كل وقتك تزحف من مكان لمكان لأنه أغلب لاعبين هاللعبة Campers يعني أرانب وإن لم تكن أرنبا أكلتك الأرانب ما مشيت ولا مرة بمكان مفتوح إلا وكان في واحد ناصب خيمة على شي تلي وقاعد يرصد في ناس بتقل لك هذا اسمه تكتيك أنا بقل لك بلا فلسفة هذا اسمه أرنبا من ناحية الجيم بلاي والتحكم قريب جدا من PUBG نفس التحكم والحركة الأسلحة تحس لها وزن في الضرب وتحس في واقعية بإطلاق الرصاص وحتى فيها إضافات وأتتشمنت للأسلحة مش موسع بقدر PUBG بس موجود الجرافيكس ممتاز بصراحة بالنسبة للعبة مجانية واللعبة جدا ثابتة ما واجحت ولا كراش إلا مرة شفت غليتش أو غليتشين بس عادي بما أنه اللعبة لسه جديدة ومن ناحية المواصفات فتحتاج Core i3 8GB RAM وكرت GTX 750 Ti أو كرت من نفس الأداء على أي حال هذا كان كلش الفيديو اليوم أتمنى يكونوا عجبكم لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس الأشحارات اللي يوصلكم كل جديد كان معكم أخوكم أيمان محمد شكرا للمتابعة والسلام عليكم شكرا للمتابعة شكرا للمتابعة شكرا للمتابعة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة